اشتركوا في القناة قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولا يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهلك الطاهرين فازمني عطصما بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا جاء في وصية لإمامنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه علي قال صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم فإن الرجل ملكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمان وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعيب فيسرني ذلك اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا اجلبوا لنا كل مودا وادفعوا عنا كل قبيح بنية تعجيل الفرج واستضافة أمير المؤمنين والصديقة الزهراء في مجلسنا صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد رحمة لموتاكم اجعلوا الصلاة الثانية أعلى من الأولى اللهم صل على محمد وآل محمد ولقضاء الحاجة المتعسرة الثالثة أعلى من الإثنتين اللهم صل على محمد وآل محمد هذا المقطع من وصية الإمام العسكري عليه السلام له دلالة وهو التعايش مع الطرف الآخر الإمام عليه السلام يدعو أتباعه وشيعته إلى أن يتعايشوا مع كل الأطياف على اختلاف أديانهم وعلى اختلاف مذاهبهم بل وحتى الذي لا يدين بدينه طبعا حديثنا اليوم ما رح يكون في بيان معنى التعايش ما هو هذا موكول إلى مجلس مستقل إن شاء الله سيأتي تباعا في المحاضرات هناك محاضرة مخصصة لمعنى التعايش مع الآخر ما نقصد بالتعايش ومن نعني بالآخر سأخصص لهذا المطلب محاضرة خاصة بس كل غرضي في هذا اليوم أن أصلت الضوء على نموذج اليوم يمر ذكرى أو تمر ذكرى رحيله أحد أساطين علمائنا أحد مفاخر أباقرة الطائفة الشيعية سأتحدث عن ترجمته ولهذا خصصت هذه المحاضرة للحديث عنه ولكن أبتدئ أولا بهذا العنوان ليعتبره مدخلا للحديث أقول أهل البيت عليه السلام يدعوننا إلى التعايش بخلاف ما يروج إليه البعض من أن الطائفة الشيعية تحمل الحقدة تجاه الآخرين وتحمل العداء مع سائر الأطياف بالعكس هذا حتى بالتجارب مع العلم نحن نمتلك كثيرا من القصور والتقصير ولكن مع ذلك الطائفة الشيعية مميزة في التعايش مع كل الأطياف بخلاف آخرين آخرون لعلهم يمتلكون حد في تعاملهم مع الآخرين إحنا لا إحنا منطلقنا منطلق محمد وآل محمد صلى الله عليه عليه وأسوق لك مثالا انظر كيف أهل البيت عليهم السلام كانوا يعيشون حتى مع الذين يختلفون معهم في الرأي وغرض التعايش ما هو غرض التعايش ما هو التملق أو التزلف لا غرض التعايش أني أنقل صورة إيجابية عن أهل بيت العصم عليه هذا الشخص الذي يختلف معي قد يكون قد حشي دماغه بأفكار سلبية عن التشيع يمكن شوية غذوا بعض الجهات إلى أنه التشيع لا ذول يدفعون الناس إلى القتل ما أدري منين جابوها يقولون ذول الشيعة دمويون ذول الشيعة إرهابيون فإحنا من نتعايش مع الآخرين ننقل الصورة الحقيقية لأهل البيت عليهم السلام وبالتالي من خلال هذا النقل أنت تكون واسطة لبث نور ولاية أهل البيت في قلوب الآخرين من خلال تصرفاتك من خلال أفعالك من خلال معايشتك وهنا كما قلت أسوق مثالا للإمام الصادق عليه السلام واحد من الأمثلة شلون الإمام اتحمل الشخص الذي لا يعتقد بمقامه ولا يتعاطى معه بل لعله يكذبه مع ذلك الإمام ما قال هذا ما يهمني وشون قيمت هذا الشخص خاف سامعين أو ما سامعين أك واحد من شعراء التشيع يسمونه سيد إسماعيل الحميري مار عليكم هذا الاسم حتما سيد إسماعيل الحميري إلا إحنا دائما نذكره وأشعاره في مختلف فصول قضايا أهل البيت وقت من الأوقات لم يكن على مذهب التشيع لا كان كيسانيا كما يقال كيساني يعني شنو كيساني يعني يعتقد بأن الإمام المنتظر هو محمد ابن الحنفية ابن الإمام أمير المؤمنين يعتقد بأن الإمام المغيب والذي سيخرج في آخر الزمان وسيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا هذا مو مثل ما نعتقد أنه الإمام الثاني عشر لا هو يعتقد أنه محمد ابن أمير المؤمنين الملقب بابن الحنفية وكان ينشد الأشعار في مقامات محمد وأنه سيخرج آخر الزمان ويعتقد بأن الإمام الصادق عليه السلام هذا مدعي للإمامة بغير وجهها اليوم واحد يكذب إمامنا نحن شو نقول عنه أنا إلي خلق أستقبله إلي خلق أسلم عليه يعتاز أمر أقضي حاجته أقول له أنت تكذب إمام وأنا أقضي حاجتك أبدا بينما تعال شوف الإمام الصادق عليه السلام كان يتودد إلى سيد إسماعيل الحمير وينقل إلى صورة مغايرة إلى أن اتضح الحق إلى سيد إسماعيل فصار من خلص الشيعة أهل البيت من وراء ما كان ينكر إمامة الإمام الصادق عليه السلام الدور صار من المدافعين عن إمامة الإمام الصادق صلوات الله عليه يلزمون يقول له تعال سيد إسماعيل أنت أشجابك على الإمام الصادق أنت أخوه ما كنت إمامي أنت كنت كيساني شخلاك شيعي إثني عشري فيذكر هذا البيت يقول تجعفرت بسم الله والله أكبر وأيقنت أن الله يعفو ويغفر فرحان هو من من زود ما الله دل على طريق الهداية لا وتعرف سيد إسماعيل يعني أتمنى يا إخواني شو أنصطوا إلى هالكلمة قليل تلقى لك واحد في دائم أجل العقيدة والمذهب على الأسف يمكن البعض من عندنا خاف أقول الكثير يدور لها مخارج ويدور لها شنقول إحنا شنعبر عنها حيال شرعية حتى يتخلص من المسؤولية يخاف أنه الناس من تعرف عنه أنه شيعي تنقطع لقوم تمثلا متمام فيقول لك أنا بزمن تقية وأنا بظرفي ما يسمح وخلي هذا الأمر إلى غيري تعال شوف سيد إسماعيل إيش سوى يعني أنا من خلال قراءة المحدودة ما شايف شخص متفاني خصوصا في حب أمير المؤمنين سلام الله عليه وترويج فضائله مثل سيد إسماعيل يوقف بالأسواق بالمربد بالبصرة وصيح يا جماعة هذا فرسي بألف دينار ذهب وهذا سيفي بألف دينار ذهب أنا أنطي فرسي والسيفي للي يجيب لي كرامة لعلي بن أبي طالب أنا ما ناظم بها شعر يقول أنا صرت أدور غير بني أمية حاولوا طمس فضاء الأمير المؤمنين هم يشتغلون بجانب وأنا أشتغل بجانب ثاني وظيفتي أنه كرامات علي بن أبي طالب مفضية كل من قبى كل فضيلة قلع باب خيبار غزوة الأحزاب بدر أحود رد الشمس غيرها أنا ألزم هذه الفضائل وأسوي بها قصايد وأحفظها للولد حتى الفضائل متروح فاللي يجيب لي كرامة اللي يجيب لي معجزة لعلي أنا ما ناظم بها شعر هذا الفرس مالي بألف دينار والسيف مالي بألف دينار ألفين يأخذها من عندي بمكاني هذا بس ينطيني معجزة لعلي بن أبي طالب إجالة واحد قال السيد إسماعيل قال سامع أنت عن قضية النعل والغراب قال لا لا ما سامع قال غير تقول كل فضائل علي أنت ناظم بها علي ما تخلص فضائل أو لا معاجزة قال هذه قضية النعل والغراب ما سامع قال يوم من الأيام أمير المؤمنين سلام الله عليه أراد أن يلبس نعليه أو خفيه فحل غراب من السماء فتناول خف علي أو نعل علي وطار به إلى الهواء من طار هذا الغراب ذب النعل مرت الله أثاري بعض الروايات تقول أقرب بعض الروايات تقول أفعى كانت موجودة بالنعل فالغراب خاف على سلامة أمير المؤمنين سلام الله عليه فألقى النعل الذي فيه الحي أو فيه العقرب ونجى الله علي ببركة هذه الحادثة التي هي إشارة إلى سلامة أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه واحدة من القضايا قال له سامع بها قال له ما سامع قال له هايه قال له تفضل أنا موجد موجاي أوزع حشي مجاني من أجل التحفيز لا بصادق أنا أتمنى أنه أبيع كل ما أملك من أجل أمير المؤمنين سلام الله عليه انطال فرس وانطال سيف ونظم قصيدة في هذه المنقبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه اليوم بشرفك ما أقول لك من يبذل فلوسه من أجل قضية أو منقبة أو مؤجزة اليوم كثير من الحسينيات أو كثير من المؤسسات بعضهم يقول شيخ نمروتك أكو قناة فضائية وأكو مثلا أفرد تسجيل وبنث وخف غير مذهب يسمعون هذه الفضيلة وهذه المنقبة يضوجون من عدها فاتتوخرها دور إلى نفت قضية ثانية شوفوا عمي هذه القضايا وهذه المعاجز والكرامات ما إجتنا مجان إجتنا بشق الأنفس إجتنا بتضحيات قدمها الكثيرون كنت أتمنى أنه أخصص محاضرات فقط للمضحين في سبيل الولاية والتشيع هذا واحد من عدم سيد اسماعيل كان مستهدف بس يقول إذا أنا سكتت وغيري سكت فضاء الأمير المؤمنين كلها تروح خلي مثل ما اشتغلوا الأمويون إحنا الشيعة واحد من عدنا يضحب نفسه في سبيل نشر فضاء المحمد وآل محمد صلواته الله تعال شوف هذا المسك الختام لهذا المطلب حتى أطب بمطلبي سيد اسماعيل وقت الموت هذا يذكرها الشيخ الأميني في موسوعته الغدير ويذكرها أيضا أبو الفرج الإصفهان في كتابه الأغاني في ترجمة سيد اسماعيل يقول سيد اسماعيل الحمير وقت الموت ثق لحاله وهو كان غير شيعي بالسابق وراها صار شيعي فالشيعة إجوا وقعدوا يمه وقرابتوا أصحابه اللي كانوا بذيتي الأيام أصدقاء وياهم حضروا فمن الكيسانية حضروا ومن الشيعة حضروا وهم يقولون أهل كانوا نواصد هو ينقل سيد اسماعيل يمر على بيتهم بالبصرة ويشير ويقول بيت لطالما سب فيه علي وفاطمة فجر كل يوم الناس كل يوم الفجر تقرأ قرآن أنا أسمع أبوي وأمي سبون علي والزارة فإجوا النواصب من قرابته وإجوا أصدقاء السابقون من الكيسانية وإجوا الشيعة وهو خطية سيد اسماعيل على الفراش مثق للحال من يقدر يحكوهم غمض عينه بين ساعة وأخرى رح تطلع روحها إبهل أثناء ظهرت نكتة سوداء في جبينه واحد من القاعدين قال يا جماعة باعوا هذه قصة سيد اسماعيل صارت بها نقطة سوداء هي هذه النقطة كانت موجودة بالسابق قالوا لا شوية النقطة السوداء صارت تكبر وتكبر حتى صار وجهه كأنه قطعة فحم ثم نزل السواد على رقبته وجسده فاسود بدنه بأسره القاعدين من نواصب من كيسانية التفتوا للشيع يرزلون بهم يقول باعوا هو ترى كان على خير بس من صار شيعي لأن مذهبكم باطل الله سود وجهه بالدنيا قبل الآخر غير أكو ناس يقولون بس الشماتة بالآخرين عود يقول هذه تربية إسلامية شيعة بعد نكسوا رؤوسهم خجلة شي يقولون ما عدهم جواب فشيخ الأمين يذكر وهم أبو الفرج الأصفهان يذكر اسمع دير بالك يمي هو كان يسمع سيد اسماعيل شلون الناس تشمت به من سمع هاي الحجاية شوى فتح عينه قال حولوني إلى جهة الغريب أدلوا فراشي ديروا يمي النجف أريد أحكي ويا علي بن أبيض سلام الله يا علي داروا فراشه قال فاد واحد منكم يسندني هيتش يقعدوا يسندوا توجه إلى أمير المؤمنين سلام الله يا علي صار يلوح بسبابته قال يا أمير المؤمنين أهكذا تفعلون بمحبيكم ساعة الموت أبو حسين انت حضار الشدائل اشمتون بي ثم غمض عينه فلما قال هذه الكلمة وإذا بنقطة بيضاء مشعع ظهرت في جبينه نزلت على وجهه ورقبته وصدره حتى صار بدنه كأنه الثلج الأبيض من ورما صار أبيض فالتحين هذه آخر كلمة قالها سيد إسماعيل وراها طلعت روحا قال كذب الزاعمون أن علي لا ينجي محبه من هناتي قد وربي دخلت جنة عدن ومحال الإله عن سيئاتي فابشروا اليوم محبي علي وتولوا حيدرا حتى الممات ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات شاهد هذا النموذج الرائد في عالم التشيع من الله صنعه؟ صنع الإمام الصادق عليه السلام كيف صنعه؟ صنعه بالتعايش الإمام لو قال والله أنا كل واحد ضدي ما أحكي ويا كان أبدا يموت على ظلاله بس اشتغل على الإمام سلام الله عليه عليه ولهذا أنت تقرأ الإمام يحاور الملحدين يحاور أبي شاكر الديصاني يحاور غيره وغيره وليهتدي يهتدي وما يهتدي الإمام أدى دوره من وراء هذا كله خلي أجي في نهاية المطاف أنقل إلك ترجمة شخص اليوم ذكرى رحيله وأني إلي غرض أنه أتعرض إلى ترجمة هذه الشخصية من هو الشيخ المفيد سامعين عن الشيخ المفيد لولا إحنا من نجي نزور الإمامين الكاظميين رزقنا الله وإياكم الوصول والنظر إلى تلك القباب الطاهرة كثير من عندنا ما أقول لك الولد استخلي الولد على صفحة موس صغارا بهم بس أقول لك ربيب المنبار يجي يزور الإمامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهم السلام ويطلع من جو الحظرة ويمر على قبرين يشوف قبر للشيخ المفيد وقبر إلى واحد ثاني سقل اللي يعرفون اسمه بصف قبر الشيخ المفيد اسمه الشيخ جعفر ابن قولوي مرات واحد يوقف يقرا فاتحة ومرات يجي واحد يسلم مرات كثيرة أصلا واحد ما يدير بال وش كم أشخاص سئلون يا جماعة شيخنا ذول من المدفونين إلا صايرين بصف الإمام ما يعرفون مقاماته الليلة أو اليوم ذكرى رحيل الشيخ المفيد هذا نموذج من نماذج التعايش مع الآخر وأتمنى أن تجربة الشيخ المفيد تنقل أنا حريص بكل موسم شهر رمضان أنه أخصص مجلس للحديث عن الشيخ المفيد شيخ المفيد هو محمد ابن محمد ابن نعمان العكبري نسبة إلى عبكرة هذه منطقة واقعة بين بغداد والدجيل يقولون من أعمال الدجيل يلقب بالشيخ المفيد جده الخامس إذا سامع سعيد ابن جبير العالم العارف الموالي لأهل البيت الذي قتله الحجاج هذا جد للشيخ المفيد الجد الخامس إلى ولد الشيخ المفيد في الحادي عشر من شهر ذي القعدة سنة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين للهجرة وفارق الحياة في مثل هذا اليوم في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة أربعمائة وثلاثة عشر يعني سبعين سنة تقريبا عمره الآن على وشك يصير الألف سنة على الشيخ المفيد يعد الشيخ المفيد من أكابر علمائنا بحيث ذول العلماء التي تسمع عنهم السيد الراحل مثلاً السيد المرجع الخوئي الشيخ مثلاً الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب المكاسي بالعلام الحلي ابن إدريس الحلي ابن طاوس الشيخ الطوسي الشريف الرضي الشريف المرتضى ذول كلهم صدقات الشيخ المفيد ذول كلهم تلامذة الشيخ المفيد الآن تسمع المراجع مثلاً يباح ثم بحث خارج إلا يطرحوا الرأي الشيخ المفيد يعد من أعظم علمائنا ولفترة من الفترات كان رئيس الإمامية شيخ المفيد رضوان الله عليه أستاذه الشيخ الصدوق أعظم عظماء الطائفة الشيعية من العلماء وأستاذه الشيخ جعفر ابن قولوي صاحب كتاب كامل الزيارات هذا المدفون بصفة أتمنى أنه يصير عندي متساء ما أدري يمكن بمحاضرة من المحاضرات أمر على قضية شيخ جعفر ابن قولوي هذا المدفون شيخ المفيد إلى جوار الشيخ جعفر ابن قولوي من تلامذته تلامذة منه؟ الشيخ المفيد الشريف الرضي والشريف المرتضى هذولا التلمذوا على يدي الشيخ المفيد يوم من الأيام الشيخ المفيد رضوان الله عليه رأى في عالم النوم كأن الصديقة الزهراء عليها السلام قد جاءته ومعها الحسن والحسين وهما طفلان صغيران دقت الباب هو طلع فتح الباب بالطيف وإذا هذه فاطمة الزهراء وياها الحسن والحسين مولاتي جاي البيت مشارفة داري قالت يا شيخي تسميه يا شيخي علم ولدي هذي هو دق على رأسه قال منه إلا الزهر تجيب إلي الحسن والحسين تقول لي علمهو فيت الليلة ما نام أصلا يفكر بالرؤية هذه شنو معناها خو من رآنا فقد رآنا حقا من الصبح من غب شيف وإذا الباب يطرق وإذا علوية اسمها فاطمة أم الشريف الرضي والشريف المرتضى وهي تقول يا شيخي المفيد علم ولدي هذين مثل ما قالت الزهراء عليها السلام فهو استفاد الشيخي المفيد أولا صدق الرؤية أنه صار من المقربين عند الزهراء بحيث الزهراء تقصد وأخذها مؤشر وتمنى يشوف الزهراء يوم آخر يقول يا ريت هم تجيني بالطيف غير هذه المرة تشرفني بحضورها إلى أن يذكروني يوم من الأيام الشريف المرتضى الملقب بعلم الهدى كان جدا ذكي دا يناظر أستاذ الشيخ المفيد الشيخ المفيد يرد عليه الشريف المرتضى يرد عليه يقول له أستاذي خاف مش تبه أنت المسألة كذا وجوابها كذا الشيخ المفيد يقول له لا يرد عليه مرة أخرى إلى مرة ثالثة شيخ المفيد رفع صوته على السيد منه؟ الشريف المرتضى على ملهدى بعد السيد المرتضى استحى من أستاذه هم صار بقلبه فأطرق برأسه خجلا شيخ المفيد عداها بعد صار يمشي بالدرس ففي تلك الليلة ورأى مرة ثانية الصديقة الزهراء عليها السلام قالت يا شيخي العبارة الأولية ما تقول له فلان تقول له انت محسوب علينا يا شيخي الحق مع ولدي انت كسرته بخاطرة شفت واضع علماءنا شلون طلع من ساعة تأجي يركض إلى السيد المرتضى قال له سيدنا بس تأذرني وتوهبني لأنه أنا غلطته بحقك قال له أستاذ قال جاءتني أمك فاطمة الزهراء عليها السلام دير بالك تتجر على واحد من السادة ترى الزهرة تتأذى هذولا تلامذة للشريف العفو للشيخ المفيد شيخ المفيد شنو اللي ميز عن غيره مو فقط علم يا إخواني هذا غراضي كله شوف هذا الحديث هسا راح أختم غراضي كله هذا المطلب أقوله الشيخ المفيد مو فقط طاقة علمية جبارة لا الشيخ المفيد تجربة نتمنى احنا الآن بـ 2019 انعيد تجربة الشيخ المفيد الشيخ المفيد ما يستخدم الصياح والعياط بدعوة أنه موالي لأهل البيت الولاء وحسن النية مو كافي إنت صحيح أهل البيت يثمنون ولاءك وحبك إلهم لكن يريدونك تتبع طريقتهم وأسلوبهم شيخ المفيد كان يقصد بيوت علماء السنة ببغداد وبذاك الوقت تدري الأزمة بين السنة والشيعة على أشدها شيخ المفيد قال آني هاي الأزمة بين السنة والشيعة المستفيد هو الخصمة فلابد آني أجمع بين الأطياف فصار يقصد علماء السنة منهم مثلا علي بن عيسى الرماني كبير علماء السنة آنذاك في بغداد ويقعد وياه ويفتح وياه باب المناظرات بأسلوب راقي مؤدب ما يرفع صوته بالبراهين بالحجاج بالأدلة وهم يقصدهم ويتعنى لهم إنت اليوم تسمع من واحد من الطرف الآخر يسمع حجة من الشيعي يرد عليه بالشتائم بزمن الشيخ المفيد ماكو هذا الكلام بحيث أنه من ورى المناظرة مناظرة منه الشيخ المفيد في مجالس السنة بحيث يلقي الحج عليهم ويثبت أحقية أهل البيت مو يرزلون بي مو يهينون لا يودون إلى رسائل شكر حتى ورد في كتب السيار أن حتى الملوك كانت تبعث برسائل الشكر إلى الشيخ المفيد لأنه استطاع أن يحقن الدماء ويوقف الفتنة الطائفية في بغداد وعموم العراق ويؤلف بين المذاهب ببركة التزامه بخطاء محمد وآل محمد صلى الله عليه جهد هذا كله خل الإمام سلام الله عليه الإمام المنتظر أرواح نافده يقوم بمراسلته أنا أحب أقرأ لكم الرسالة التي بتعثها الإمام المنتظر أرواح نافده إلى الشيخ المفيد طبعاً يا إخواني واحد يحصر رسالة اليوم السيد المرجع يودي لك رسالة هذا تعتبر شرف بعضهم يبروزها يخليها ببيته لما انتجيك رسالة من الإمام هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى تنقية النفس وإلى تعب من أجل التشيع شوف الإمام شودة له قال له بسم الله الرحمن الرحيم أرجو الإصغاء وأرجو التوجه صل على محمد وآل محمد يقول له بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك أيها الولي المخلص فينا باليقين فإنا نحمد فإنا نحمد الله الذي لا إله إلا هو ونسأله الصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك عن نطقك عنا بالصدق اسمع أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة يعني إيجي أذن من الله إلى الإمام المنتظر يقول له اتودي رسالة شكر إلى الشيخ المفيد فلهذا قالوا بأنه في كل سنة كان الإمام المنتظر أرواحه نافده يبعث برسالة إلى الشيخ المفيد يعبر عنه بالمولى الرشيد والأخ السديد يقول له أنت أخويا وهو اللي سمه بشيخ المفيد كنت أتمنى أنه أذكر هذه القضية على نحو التفصيل بس أريد أختم الوقت تضايقني شيخ المفيد يوم من الأيام إجوا لجماعة قال له لشيخنا أكو إمرأة متوفات وهي حبلة ومن النساء خلنها على ساجة المغتسل يشوفا حركة جو بطنها فكأنما هذا الجنين على قيد الحياة شيخنا تأذن إلنا انشق بطنها انطلع الجنين قال لا ميجوز دفنوها هي وياي الجنين شيخنا مروتك هذا الجنين خسرنا المرأة مو الولد قال مو يتحرك قال الجنين يتقلب في بطن أمها حيا وميتها ميجوز الشقون بطن ميت غسلوها كفنوها صلوا عليها ودفنوها وانتهى هي بالجنين من رجعوا بالعقد وإذا واحد طالق من بيت الشيخ المفيد شاب وهو يقول يسلم عليكم الشيخ المفيد ويقول لكم شقوا بطن المرأة واستخرجوا الجنين ثم خيطوا الجرح وأكملوا غسلها وكفنها وصلوا عليها ودفنوها قال رحم الله والديك رحم الله والدي الشيخ المفيد ما قصار انقذنا اجوا وشقوا بطن المرأة صدق الجنين طلع على قيد الحياة أكملوا غسلها بعد تخيط الجرح ودفنوها ورا الفاتحة اجوا الى الشيخ المفيد قال له لشيخنا انت ما قصاريت وديت علينا هذا الشاب وإلا كان النوبل مرأة ويا الولد راح قال يا مرأة يا ولد قال غير احنا جيناك واتقلت لنا بأنه اندفنها هي بالجنين قال ايه هي هذه المسألة قال بعدين وديت لنا ولد وخبرنا المسألة انه احنا نشق بطنها ونطلع الجنين ونعيد الخياط ونكمل غسله وكفنا قال انا ما وديت احد قال له لشيخنا هذا الولد طالع من بيتكم قال اصلا ساعة اللي يجيتوني ما اكو احد بالبيت الا انا منين هذا طالع من بيتني شاه هذا الولد منه قال ما ادري على العموم الولد الله تبارك وتعالى سلمه الشيخ المفيده شي صار يدق على رأسه قال فتوى انا افتيتها كان طفل صغير راح يموت والسبب فتوى من عندي وغلطة بعد من اليوم غاد انا اصلا ما افتي ولا فتوى خلي غير يفتي انا ما اتحمل رقاب الناس هو قاعد بعد ان اتخذ هذا القرار واذا به يسمع صوتا في ارجاء المنزل افد يا مفيد فان اخطأت فعلينا التسديد يقول احنا وياك من عوفك اذا انت ما تفتي وغيرك ما يفتي شامنه ليفتي ولهذا الشيخ المفيد تدري لما توفي مثل هذا اليوم صلوا عليه في الميدان روح اقرب التاريخ وحضر تشييعه ثمانون الفا من السنة والشيعة بحد التعبير من المؤالف والمخالف السن يبجى على الشيخ المفيد اكثر من الشيعي وين يصلون ما عندهم مكان ودوا الميدان من ميادين بغداد وإلى هذا اليوم بالتواريخ يقولون ما شهدت بغداد تشييعا كتشييع الشيخ المفيد صلى عليه الشريف المرتضى ودفن بنص الليل اريد اختم حضر قلبك بنص الليل اجوا الى القبر واذا يشوفون خط الامام المنتظر على قبر الشيخ المفيد هذه الابيات الشعرية ترقاها اليوم مكتوبة على قبر الشيخ المفيد بماء الذهب ان شاء الله منت رحون تذكرون القضية الامام كتب تأبين على قبر لا صوت الناعي بفقدك انه يوم على آل النبي عظيم ان كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم والقائم المهدي يفرح كل ما تليت عليك من الدروس علوم الامام اللي كاتب التأبين على قبر الشيخ المفيد اقول يا مولاي يا فرج الله شيخ المفيد رجل عظيم يستاهل اللي يأبن الامام بس تقول يوم يوم عظيم ثمانين الف نسمة طلعت تشيعة سنة وشيعة ما اطلوا جناسته ما ايجا الليل واذا جسد في التراب ومع ذلك تقول يوم يوم عظيم سيدي يا فرج الله فكيف بيوم جدك الحسين الذي بقي ثلاثة ايام عار اللباس قطيع الرأس منخمد الانفاس زينب مولاته واي عتبت على من عتبت عتبت على ابوها علي تقول يا ابو يا علي كل من يتحضر له سلمان تعنيتها رحت للمدائن وانت بالمدينة ولو ما رحت لأكل ليغسل سلمان ويشفل وحبيبك الحسين ثلاثة ايام احشم الزلم يامن يشيل اخوي آه وبليلة اللحو المدائن قاصدا اريد دمع من عينك الان ليلة جمعة وبليلة اللحو المدائن قاصدا قاصدا فيها لسلمان البعثة مغزلا يا لي يا لي يا ليت في الاحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربل اللحو المدائن خاف تأذي السادة هاي الحكاية عريان 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 يا وين عريان يكسوه الصعيد ملابسا افديه مسلوبا لباس مستربلا ولصدره تطع الخيول وطاعل اماما بسريره جبريل كان موكلا بيت الختامة اريد اختي شوف زينة بشلون عاتبت ابوها ادي قيل لي شهر 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 عن سلمان وتعنيت علي يا ابو يا احسين يمك ليش ما حضرت انت حلى للمشاكل من تضيج انت ما يبعد عن احصانك طريج انت امر النار بيدك والحريج يا ابو يا يا علي نار لمخيم ولا طفيت عندك حاجة ليلة جمعة زينب ودت رسالة للمدينة صاحت وينة وينة ايه وين الصديج ليقطع البار عن طين اخوه وليت عذار يوصل للغري ووصل الهلو الفجر ماطر قبل صاحت لذان الله وكبر ببيوتنا يقوم يتخطر يلده وين حمزة وين جعفر سلمان وين وين ابو ذار عمار ويمالك الاشتر عليك هو علي اريد اسمع صوتك تقرأ هذا البيت السلمان ويمالك الاشتر وينك يدى حباب ما اسمعت صوتك وينك 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 يدى حباب خبر بناتك يا غلي اتشرة في الواء قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفاد اللهم ينصل على محمد وآيل محمد وسلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه مننا فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا اللهم اكتبنا من عتقائك من نار جهنم أجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ارضي اللهم قلبه عنا فإن في رضا قلبه رضاك ترحم على أموات واموات الحاضرين وشيعة أمير المؤمنين بلغهم يا ربي ثواب هذا المجلس وثواب الفاتحة تسبقها صلوات